اشحاتت بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيكم تشاهدوا جمنا لكم حلوة شبه الجفا اللي هي رولي بنوات كوكو حلوة اقتصادية وسهلة التحضير من طولش فيها وتوجدنا في لحظات فقط كما رأيكم تشاهدوا أن جي من الداخل جي شكلة جميل وجي أنت تفتت وجي خفيفة قبل ما نروح الوصفة لأول مرة يزور القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد وما تنساوش الضغط على زر لايك ونروح مباشرة للمقادير نحتاج في هذه الوصفة ثلاث حبات بعض كما كنت شاهدوا نحتاج كأس إلى ربع سكر نحتاج كأس زيت زيت نباتية نحتاج كاكاو وان بودرة منعقة كبيرة رشة ملح الفاريناء وكيس خميرة الحلويات إذن نروح مباشرة للتحضير مباشرة نضرب ثالث بيضات هذا نضيف لهم رشة الملح الملح إذن دايما قلنا رشة الملح فاشتوازننا الطعم الحلويات سكر عادي كأس إلى ربع نحاول أنه نضربه حتى أنه يعني سكر هذا كيذوب في البيض وحتى البيض هذا كيوليلونه الشبئة يعني يروح للبيض حتى يرتفع يعني نوعا ما البيض ويروح لونه وقتل البيض ثم نضيف الزيت قد كأس زيت نبقى ونضربه حتى يندمج الخليط كله وبعد ذلك أن نزيد ملعقة صغيرة لباني وأن مباشرة حد نوقف نضيف الفارينة مع كيس خميرة الحلويات لأنه قلت نضيف مباشرة الفارينة حنقس لكم الفارينة بالضبط لكن أن يبقى يعني تقديري لأنه حجم البيض يختلف منه يعني منه واحد لآخر إذا نضفت هنا ثلاث كأس كأس الأول الكأس الثاني إذن كأس إذن ثالث إذن نزيدوا كيس خميرة الحلوية الدائمة قلتكم آن نغربلوه باش آن يعني نضبنوه ما فيكونش فيه حبيبات إذا حنملأ كأس فارينة آخر ونحطوه بجهة باش آن شوفش حال نستهلك من الكأس الرابع إذن نخلوه نحطوه بجانب ونبدأ ونعجنوه إذن هنا حنبدأ نجمع العاجين حتى تحصلوه العاجينة الطرية نخلوها طرية شوية زيادة باش نديرو الكاكاو إذن هنا حنرش نجيب آن يعني صحن نرش فيه الفارينة ونأخذو نصف العاجينة نحطوها بجهة ونصف الآخر نكملوه بالفارينة اللي حطيناها من الكأس الرابع إذن هنا نجمع العاجينة كلها حتى نتحصلوه على عاجينة متماسكة إذن هاي عاجينة طرية نحطوها بجهة ونروح نوجدوه إذن للعاجينة الثانية إذن نحاولو نزعو العاجينة الثانية نزيدو آن قلت حوالي ملعقة مملوئة كاكاو الأسود ما هوش آن الكاكاو البني الفاتح وإنما البني الغامق باش يجي العاجينة تعنا الرولي بان شباب وخيرو النوعية اللي تكون يعني مليحة كين نخطوها بجنك يشغل تراب إذن أردو بالكم كيتشورو الكاكاو اللي تشورو النوعية اللي تكون نوعية الجيدة إذن هنا نحتاجوا فقط قلت ملعقة كبيرة تاكاكاو ونتحصلوا على العاجينة شوفوا كيفاش أنشكلها جي ما شاء الله والعاجينة الثانية أمانكم إذن هذن هذه الزعجينة نقسموهم على زوج باش نديرو الشكلين في زوج نجيبو شوفوا الفارنة أشحب قاتنا أقل من نصف كأس من الكأس الرابع إذن نغشو طاولة العمل ناخذو نصف العاجينة البيضاء ونصف العاجينة يعني البنية البنية أو السوداء إذن نجيبو ورق الزبدة نحاولو نفتح العاجينة السوداء بنفس حجم العاجينة البيضاء إذن أنتم حاولوا تفتحوا العاجينة السوداء بنفس الأخوة ورقوها تجيكم رقيقة كل ما تكون رقيقة تكون جميلة كما كتشاهدوا في الصورة إذن بعد ما رقيقت العاجينة الأولى نروح مباشرة العاجينة البيضاء نحاول نفتحها بنفس الحجم بتاع العاجينة السوداء إذن بهذا الشكل وبعد ذلك راح نشد إذن ورق الزبدة اللي كانت فيها العاجينة ونقلبوه نقلبو العاجينة الأولى على العاجينة الثانية ونبدأ ونديروهم آن روليهم باش نتحصلوا على حربوش ونخلوش الآن حربوش يكون خشين إذن بهذا الشكل حاولوا أنكم ترقوه حتى يجيكم مقيرتات صغيرة إذن نحط الحربوش الأول نزيد نفس العملية مع الثاني إلى أنه نحطه اللون الأسود هو في الأسفل واللون الأبيض من الفوق باش يجينا حربوش هذا يجي أسود إذن حربوش هيكون أبيض وحربوش إذن لونه أسود بهذا الشكل نحاولو نرقوه نفس الطريقة إذا شوفوا معايا تبعوه الآن جيدا نرقوه بنفس الطريقة ونجيبوه الآن سكين ونبدأ ونقصوه نديروهم قيرتات قلت إذن نحاولو أن نعطوهم نفس الحجم نشوفوا الآن داخل كيف أش يجي قلتكم يجي شكلها جميل يعني ما شاء الله بنفس الكيفية سنزيدو للحربوش الأبيض نقلتكم الآن حلوة سهلة وبسيطة وجميلة وتعمر العين يعني ما شاء الله واقتصادية ما نطلبوش الآن يعني حاجات كبيرة شوفوا الشكل التحان شكل الأول والشكل الثاني نحطوهم في الفرن إذا 180 درجة حتي طيبونا من الأسفل ومن الفوق يحمرنا بذا الشكل نجيبوه نواة كوكو هنا العسل تعنا نجيبوه العسل تعنا الشرية والآن لي يكون في الدار خدمناه يكون ثقيل كما لي نعسلو به المقروض إذن بعد ذلك نحاولو أنه نغطسو الحلوة تعنا ونرمدوها في نواة كوكو إذن بهذا الشكل إذن بعد ما يعني عسلنا الحلوة تعنا ثم ثم نرفدوها ونحطوها في نواة كوكو بش أنت يعني تجمع بنواة كوكو إذن نشوفو بهذا الشكل ثم أخوضوا إيناء كبير شوية بش قدروا تخدموا في حلوتكم إذن راوك الشكل الآن تعنا نتحصلوا عليه شوفوا الشكل الآن هذه البيضاء والسوداء قدتكم حلوة ما شاء الله هاي لا يعني تحفى إذن نحن نكمل العام الكامل مع الحلوة تعيه ونرجع لكم فيما بعد في ساعة التقديم هاي الحلوة تعنا اللي خدمناها نهار اليوم حلوة قلتكم اقتصادية وجميلة وذلما ذا اقتحا ثاني روعة وخصن لمحبي نواة كوكو إذا احنا نقسم لكم حبة راح تشوفوا القاوم بتاحها قلت لكم أنا جيت فتت جي ما شاء الله هاولك الشكل التاحة من الداخل يجي أنا روعة إذا في الآخر نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وصفة بسيطة وسهلة ومتحتاج مقادير كثيرة ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى فيديو آخر إن شاء الله